فترى علينا كان نفر الواحد بتاع التاكسي الاول وقفناه طلب برش مقربات فترى نطعى فترى التجنيد فقلنا ينرك التاكسي عشان حصى 11 انا طبعا بقعد ورديتين لان عم تمني خطونا المسؤولة فركبنا التاكسي فقلنا واحدة منقبة فشيئ واحد شاوروا للتاكسي فرحوا يقف لهم وقالوا وودينا على الشرع التجنيد من وراء فترى التاكسي استأذننا بعد اذنكم ونرى تفضل يعني ستة مريضة فما تلاقيتش ستة كنا واحد فأخذونا وراء التجنيد من وراء ولينا كم واحد كم معهم طبعا حضرتك عوروني وصحبت طبعا حملت كمان فلقم واحد كم اكثر من اربعة اكثر من خمسة يعني واختصبت كم واحد هم كنا بيقدروا مع بعض انا وزمرتي لأدوه انا كما كتب كتابي ستة طبعا عريسي وصحبتي ولعت من الصومة فأخذت وانت حصلك حدث لا انا حمد انا مغبوطة بس متعبرة حمد فأخذو رحت لدكتورة وطراء اذابه استهو وحكت له الظروف اي انا صرفت بحالي وعملت لعمل تفريق وانت كم كتب كتابك حكت له لا فهو اي سبك ولا انا انا اللي سبته وانتظر لما انفعش افقش انا مسؤولي دي كله وانتظر لتجوز بس خفتي تقولي له لا مرتش انت كنت بتحبي فانت خفتي عليه طب يعني انا عايز اقولي جماعة ان انت لكس النقاب ده ده مش لبسك انت بتتبسي لبسة عادي جدا احنا بس حبينا نقول ان النقاب ده الهدف منه ان هي اي ضيفة بتيجي بنحترم جدا رغبتها يعني هي قالت لعيزة اسمي تذكر ثلاث حالات اللي سجلنا معاهم ولا عايزة وش يطلع ولا فى لبسه النقاب على اساس ان هي مش منقبة ده اللي انا عايز اقوله يعني هي لبسة لبسة عادي ولكن النقاب ده عشان تخفي نفسيا ترتاح ويبتحتي انها تخفي شكلها وتخفي لبسها عشان ما حدش يعرفها مش كده ولا اي طيب انت عندك كم سنة؟ 32 32 ما تدوستش حد الوقت خايفة انكوزي؟ اي ليه؟ ما انفعش ليه ما انفعش؟ ما انفعش مجلما فيه ما انفعش والمسؤولة اللي انا جاي لها ومصرف اخواتي طبعا انا قوليتها شت كبير ما قولتش الولدكك؟ لا ولا اي حجم اللي حواليك؟ مثل خضرتك انت او واحدة تعرف فيه وصحبت اللي ارحمه اللي ولعت في نفسه؟ اي عرف ومفكرت فى الانتحر المسؤولة الحملة مقدرس يعمل كده؟ ام عرفنا يا اخوات ما يبقى مصرم زى مصيري؟ ام طيب انا عايز اقول يعني الشكل بتاع الاختصاب يعني حتى بنا نشوف فى الافلام يجبوها وتعطوا تصرخ ويهددوها ووسفكين تطلع ومطاو تطلع واحد يكتف واحد يعتدي فنشوف حاجات كتب جدة فى الافلام هل اللي حصل فى الافلام دا زال اللي حصل لك؟ حضرتك زى تمثل تصر هم حصل كم؟ كان واحد كتفك واحد يعتدي عليك ام كان كم شواحد بكتف ومت كتير بكتف كتير بكتف مم شواحد مقدرتش تقوم نا بكاوم بس طبعا فترة بتاغل بالشريعة ام كان قوي عليك للا قصدو انت وصحبتك سبعة قلتلي؟ نا وخمسة خمسة انت وصحبتك كانوا بيتناوبوا عليكو طيب ما فكرتش بعد الوقعة دى انك انت اقرب اسم شرطة وطرحت تعمليلو محضر مثلا؟ فين دورياتنا؟ فين حكوماتنا؟ بصرف النازم الدوري والحكو اسم الشرطة دى معمول لما تضرر اروح اعمل محضر ما فكرتش تروح تعملي محضر ولا خفت من الفضيحة والعار بصراحة انا خفت من حياة كتيرة خفت بك خفت يعني هاي باجك لاخواتي مش هيتجوزوا مم ما اللي حصل لهم مش هيتجوزوا طب انت مالك انت ايه زنبك؟ واحدة باشية اللي بيع ولا عليها راح تشتغل علشان عليها تمن اخوات بتصرف عليه اثنين تلاتة اربعة خمسة تلو عليكو انت مالك انت ليه تدفع التمن لوحدك؟ ما انا بعد كده غيرهم وغيرهم هيعملهم هيقولوا دي وجرم هكده بقى واحدة ها تكررت يعني انت خالف ان الناس لا يمكن تصدق حالاتهم اختصاب لا لا يمكن تصدق بيقولوا ايه؟ لو واحدة يعني كان اختصابة واحد بلغت واتعرفت دي هي العاملة كده بمزاجنا ما بيتطروش اللي احنا غصب نعنات عمل فينا كده ام لا فانت خفت من ده ايو لكن الى الان انت يعني 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 اخواتك وحياتك العملية وخلاص على كده اي ما بتفتريش تتجوزي ولا اي راجل ولا اللي اخدت مكف من رجاله خلاص خلاص ايه؟ ماذا اللي حصل ده مرفيش راجل اتقام ام وهو مرضه ومصير لهم يتعامل في خاطفه ام اكيد اكيد فقدنا كبير ولكن اللي انا عايز اقوله طيب يعني انتي من حقك تعيش ومن حقك تتجوزي ومن حقك يبقى ليك يا بيت وليك يا اولاد هل ما بتحلميه كده ده دلوقتي؟ نحلم بس سترة كل واحدة من اخواتي مصنع هي بنتي ام اكيد لكن انتي فيها هلأ انا فضلين يا الحمدلله كل ما جاوز واحدة من اخواتي بحجة عند ربنا احلامك كأورثة الدفنة دهوتي خلاص انا مصنعتش واحدة انا مش وعدة دلوقتي اعتبر مش واحد اما ايه اعتبر بان اقدم عايش بان حياة بالدرجة دي مفكرتش ان كنتك تسلحي غشاء البقارة انا روح البكتور فعلا انو قال لي اغب منك الفنجنة ام بس طبعا ان الفنجنة جمت انا اخواتي مصنع بهم ايه طب انا عايز اسأل سؤال اتبطر انك انت تعملي ده عشان ارجع بطبيعتي ام بطبيعتك بس ولا لما تجي تتجاوزي يبقى امان لا والله انجواز ده خلاص نشوفتنا ايه 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 الزل اللي احنا شوفنا ايه زل زل الدنيا كلها علينا ايه بالدرجة اموما ربنا ليتولاكنا مشاهدينا هناخد فاصل ونرجع تانى نستكمل حوارنا وكيف يتعامل القانون مع الاقتصاد تابعونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة